بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله سوف نتحدث عن المحاضرة الثالثة لمكرر أساسيات تأسيم الحشرات وعنوان المحاضرة بتاعتنا وهو تعريف وتمييز العينات الحشرية عندما يقوم علم التقسيم بدراسة تصنفية للعشائر الحشرية في منطقة معينة يجب عليها أن يتم أو عمل إجراء الخطوات التالية طبعا دراسة العشائر الحشرية أو دراسة تصنفية للعشائر الحشرية سواء كانت أنواع أو أجناس أو تحت أنواع ما هي الخطوات التي يجب أن يتم اتباعها هذه الإجراءات التصنفية أو هي الإجراءات ديات عندنا أولا جمع العينات اللي هو الكوليكشن وبعدين هذه العينات التي تم جمعها ما هي الخطوات التي يجب أن يتم اتباعها عشان يعمل عملية بريزيرفيشن أو حفظ لهذه العينات التي تم جمعها والقطوة التالتة اللي هي سيجريجيشن أوف ماتيريال أو عملية فصل العينات والحاجة الرابعة اللي هو تعريف العينات وده خطوة مهمة جدا أو أهم الخطوات عشان يقوم بهذه أوداء المحصلة النهائية للدراسة التصنفية وماذا يحدث عند حدوث تشابه مجموعتين أو جماعتين من الحشرات قريبة التشابه مع بعضها في الصفات بتاعتها إزاي الخطوة الأخيرة أو عملية تمييز العينات عن بعضها في حالة وجود تشابه كبير بينها وبين بعضها فأول خطوة عندنا وهي عملية الجمع وحفظ العينات بالنسبة لجمع العينات عند جمع العينات يجب أننا أجمع عينات كتيرة جدا بقدر الإمكان لأن كلما زادت عدد العينات اللي أنا أجمعها بتبسها لأننا نشوف الاختلافات تبسها مبين أفراد العينات دهية لما بتكون كتيرا فلأن الدرجة تنقل اختلافات المرفولوجية بتعتبر وسائل التفريق بين الأنواع طبعا وسائل الجمع دهية إن شاء الله في الدراسة العملية سنتكلم عنها في السكاش العملية فدي عمارة عند جزء من أدوات الجمع اللي هو الأسبريتور وده بيتم جمع بي الحشرات اللي هي توجد في أماكن صعبة لوصولها إليها الحشرات تحت كلف الأشجار أو تحت الصخور فبنستخدم الأسبريتور والدراسة الكاملة لطرق الجمع دهية هتاخدوها بالتفصيل إن شاء الله في السكاش العملية بعد أثناء جمع العينات كمان إنه يجب على العالم التقسيم إنه يجمع أطوار الحشرة بقدر أكثر عدد من أطوار الحشرة يعني الحشرة زي ما إحنا عارفين التطور بتاعها بيضة يارك عزراء حشرة كاملة إذا كان تطور كامل أو بيضة حورية حشرة كاملة أو بيضة حشرة كاملة إذا كان تطور عدمت التطور فكلما كنت أنا أجمع أطوار كثيرة من تعداد الحشرة من أطوار كثيرة من دورة حيات الحشرة ده بيكون أفضل عشان إن أنا أقوم بالدراسة التصنفية المزبوطة لما بجمع العينات يجب إن أنا أضعها في أماكن أو حويات مناسبة لحجمها يبقى حجم العينات اللي أنا هنجمعها يجب أن يكون أنا أضعها في مكان مناسب في عمليات الجامعة والحاوية اللي أنا هحفظ فيها إذا كانت أنابيب أو إذا كانت كاسات إلى آخره من وسيلة الجامعة يجب أن يتناسب حجم الأنبوبة مع إذا كانت أنابيب مع حجم العينات اللي بجمعها كمان ودي مهمة جدا لما بنجمع العينات في بعض حاجات زواهر بنشوفها اللي هي بعض أو أسجلها لازم أسجلها اللي هي المشاهدات الإيكولوجية يبقى هنا الحاجة الرابعة تسجيل بعض المشاهدات الإيكولوجية أثناء عملية الجامعة زي إيه؟ زي عندنا اسم العائلة اللي أنا لقيت على الحشر اللي أنا جمعتها وعلاقته وعلاقت هذا العائل بالحشر اللي أنا جمعتها وبعدين يعني إيه علاقته؟ هل أنا لقيت الحشر اللي أنا بتتغذى على السيقان على الأوراق يعني أي جزء من النبات بتتغذى على الحشر كمان والله إذا كانت الحشل بجمعها عبارة عن أعداء حيوية هذه الأعداء الحيوية يجب أننا أجمع أو أسجل العائل بتاعها إذا كان طفيل أو إذا كان ضحية بسجل الضحية بتاعته اللي هو الفريسة بتاعته عبارة عن إيه النقطة اللي قدامنا دلوقتي اللي هي الخمسة تسجيل بعض المظاهر البيولوجية ويعني وأنا بجمع أحاول أننا أسجل كل الملاحظات اللي خاصة بالبيولوجي بتاع الحشرة زي مثلا طريقة الفأس أو طريقة الجماعة أو طريقة التغذية أيا كان المظاهر اللي أنا شفتها عن بيولوجي الحشرة يجب أننا أسجل الحاجة الستة أننا بسرعة لازم أنقل العينات للمعمل في أعرب وقت ممكن والإصراع فيه تعرفها فكل ما كانت العينات فريش كل مكان أفضل لما عشان كده لازم أننا أنقلها بسرعة للمعمل وأقوم بتعرفها في أسرع وقت ممكن ده كان أول جزء من جمع العينات وهتاني نتكلم عن حفظ العينات ثانيا هنتكلم عن حفظ العينات لا يجب أن نتكلم عن حفظ العينات فيه طرق مختلفة لعملية الحفظ ودي بتتوقف على نوع العينات هو الغرض من المجموعة اللي أنا هعملها كمان حجم هذه الأفراد بتاعت العينات ويبهينا نجاح الحفظ العينة إن هي تستمر الأطور وقت ممكن بيعتمد على اختيار الطريقة المناسبة لعملية الحفظ فيه عندنا طريقتين رئيسيين لعملية الحفظ اللي هو الحفظ الراتب والحفظ الجاف أولا بالنسبة للحفظ الراتب وده حفظ العينات هنا في محلول حفظ ليه؟ عشان أمنع تظاهرها وعادة ما بيكون الإسانول أو الكحول الإساني بتركيز من 70% لـ 80% هو الإيه اللي بيستخدم في هذه الحالة بالنسبة للتركيز بتاع الكحول اللي بها ده بيختلف من حشرة الحشرة وبيعتمد من نوع لنوع وبيعتمد على الإيه؟ بيعتمد التركيز اللي هستخدمه على نوع الحشرة ندي بعض الأمثلة عندنا مثلا بالنسبة لتفايليات غشائية الأجنحة هذه التفايليات يفضل فيها الكحول 95% ليه؟ لأن ده التركيز العلي في الكحول بيمنع التواء الأجنحة الغشائية وبيمنع انسنقها وكمان الشعر بتاع اللي موجود على جسم الحشرة ده عندنا دي أنابيبو ده حشلات مناهمة لبطرة كمان الشعر اللي موجود على جسم الحشرة بالكحول اللي بتركيز 95% العلي دوت بيمنعه من التكتل احنا قلنا تركيز الكحول المستخدم بيعتمد على نوع الحشرة طيب هل أنا بستخدم 95%؟ لا ده في حالات بقى ما ينفعش ان انا استخدم فيها 95% زي عندنا الحشرات الرخوة اللي هي زي الإيه؟ زي المان، التريبس، الزبابة البيضاء مالها دي؟ لا يا صح استخدام تركيز عالي اللي هو 95% ليه؟ لأنها تصبح صلبة جسم الحشرة هي بصلة ومشوة ويجب ان انا استخدم بالتركيز الاقل واضيف له اضيف مع الكحول الجليسرين وحمد الخليك كمان بالنسبة للقضلط بتاعة النحل ما جمعهاش في الكحول ليه بقى لأن الشعر الجسم الغزير بتاعها هيصبح شديد التعقيد كمان في نقطة لما جاء أخزن الحشرات اللي هي خاصاتنا الصغيرة في الكحول احنا قلنا خلاص الحشرات الصغيرة الكحول تركيزه من 70% طيب هخزن الأنابيب اللي فيها الحشرات ده هي تفاق كحول ده فين؟ قال لهم ان تحت درجة حرارة الغرفة الحشرات بتتدهور بسرعة أكتر لو انا حطيت الأنابيب المحفوظة ده هي اللي فيها الحشرات اللي فيها العينات في كحول ده هي تحطيت تحت درجة حرارة الغرفة تتدهور بسرعة ولذا يفضل أن أنا أضع الأنابيب اللي أنا حفظت فيها العينات في الفريزر لأن درجة حرارة المخفضة بتبطء من تدهور العينات اللي يلقي النقطة الرابع كمان بالنسبة لليراكات فاليراكات قبل ما عملها عملية حفظ بيتترك في الماء الساخل لمدة من ديئة من واحد من ديئة الخمس دقايق ليه؟ لمنعها من التحول للول السوي لأن في هذه الحالة لأن الماء الساخن دهوت بيعمل عملية إصلاح للبروتين وبعد كده أنقلها إلى كحول 70% و80% ولو أنه نطو مهمة جدا بعض الناس بتحفظ فيه فرومالين أو الفرومالدهيد فقال لك لا لا يستخدم الفرومالين لأن الأنسجة بتصبح شديدة الصلابة وعشان كده بيصبح التعامل معها العينة أو الحشرة التي تحفظت في الفرومالين بيصعب التعامل معها أثناء عملية التصنيف طيب إحنا قلنا أول طريقة طريقتين رأسيتين للحفظ اللي هو الحفظ الرطب والحفظ الجاف نتكلم بقى عن الحفظ الجاف عند الحفظ الجاف يتم حفظ الحشرات كما هو بالصورة اللي هي عملية أننا نصلى بالحشرة وده إن شاء الله في الدروس العملية هنتكلم عنها إزاي دي الصلابة وبتضع الدبوس هنا في الصدر الوسطي والأجناحة بنفردها والكورونا تشعره وبعمل الشريط من الورق زي ما وضع في الصورة هنتكلم عنها إن شاء الله مع بعض بالتفصيل في المحاضرات العملية يبا هنا بيتم حفظ العياد كما هو في الصورة ووضعها في سنضيف حفظ المحكمة لحمايتها من الآفات كمان إن أنا ممكن أضع مواطق حفظها زي داخل السندوق الحفظ زي الكافور والنفتلين وده بتعمل حفاظ أو بتمنع تصرب حشرات إلى هذه العينات كمان إن بالنسبة للحويات أو العلب أو اللي أنا هضع فيها الحشرات أحفظ فيها الحشرة ده هي التحميل الجاف يجب إن أنا أتجنب الحويات المعدنية أو البلاستيكية المغلقة بإحكام ليه؟ لإن أنا هنا بمنع لو في داخل العينات أي نسبة من الرطوبة هتشجع على نمو العفن ويتطور العفن على العينات إذا كانت حتى كمية صغيرة من الرطوبة وقدم بالكم فبالتالي هتتلف العينات لا طبعا لما بحفظ العينات وحطها بالصورة اللي انا اتكلمنا عنها يجب إنها طبعا وشيء منطقي إن أنا أكتب البيانات كاملة التي سجلت أثناء جمع العينات في كل حاوية أو العلبة اللي أنا جمعت فيها هنتكلم عن الخطوة هنتكلم عن الخطوة اللي بعد كده اللي هي عملية عزل النمازج أو عملية السيجريجيشن أوف متيريال ده بالنسبة ليه هنا واضح خالص إن أنا طبعا هنا في أعمل في قطن هنا عشان أحفظ العينات والكلام ده طبعا هل ناخده في العمل بالتفصيل وهنا نجب إن أنا على كل إيه حاوية اللي هي العلبة مثلا ده إن أنا أكتب إيه عليها الإيه البيانات الكاملة اللي أنا جمعتها أثناء الجمع أنا نتكلم بقى عن عملية عزل النمازج عزل النمازج بإستحسن إن الخطوة ضايت إن أنا أقوم بها في الحقل وهي عملية عزل بداية مدى أن ناخد العينات في المعمل بتكون كلها على بعضها رتب مختلفة وأعمل أجناس مختلفة فأنا يستحسن إن أنا أعمل عزل مبدئي في الحقل أثناء عملية الجمع وعملية العزل البداية ده هي بتكون مثلا للأنواع والأجناس للأنواع والأجناس والرتب وطبعا هنا العزل بيكون مبني على قسس طقسمية سابتة ويمكن للمبتدئ اللي هو لسه بادئ إن هو يعزل العينات بتاعته إلى مستوى الرتبة يقول له خلاص دي فرشات اللي بدوبترة دي خنافس كوليوبترة بينما المختصين لهم يقدروا يفصلوا العينات ويعزلوها إلى أجناس أو أنواع مختلفة كل نوع مع بعضه وكل جنس مع بعضه وده ما يقدرش يقوم بعملية العزل ده هي غير أنهم الناس المتقصصة أهم خطوة في عملية في عملية رجل التقسيم حيقوم بيها وده المهمة جدا وده خطوة مسهلة اللي هي تعريف العينات يبقى زي ما قلنا أن دي أهم خطوة وما هي السهلة ليه؟ لأن في أنواع فيها في الأنواع أو العينات اللي فيها أنواع كتيرة لا يمكن للشخص أنه يتعرف على جميع العينات عشان كده بتوجد هيئات حكومية دولية معترب بها والهيئات ده هي بتجتمل على مختصين كتير في تقسيم الحشرات كل مختصين في جروبه معين لو له قبرة في مجموعة معينة زي نوع معين جنسه معين بيقسمهم إلى أو العلماء المختصين ده همت في التقسيم في هذه الهيئات الدولية بيقسمهم على حسب التخصص بتاعهم والحشريين بيعتمدوا على هؤلاء المختصين زي عندنا في المختصين سوى في الهيئات الدولية أو في الجماعات أو المحطات البحوس في تسمية الأنواع الجديدة التي تقع تحت أيديه عندنا فيه تلات هيئات رئيسية على مستوى العالم على مستوى العالم عندنا المتحف البريطاني وده موجود في لندن أو أنوان هوت اللي عاوز سبعا يبعث له بعد كده عشان يعرف بأنواع لم يستطيع التعريف المحلي أن يوصل لها عندنا كمان في واشنطن في أمريكا لأنوان آخر أو مكان آخر بيعتبر من الهيئات العلمية الرئيسية عندنا كمان في جينيف مركز لتعريف الأعداء الحيوية وده الهيئات الرئيسية التي تقوم بهذه الدواء طبعا هنا عندنا في مصر هنا ممكن تسمية الأنواع ده هي أنطري المتخصصين في الجامعات أو في مراكز المحوس زي ما قلنا قبل كده طيب لو أنا وصلت أن أنا مش قادر أعرف العينات ده هي أو المحليين عندي لم يستطيعوا أو علامات تقسيم سواء في الجامعات المصرية أو في مراكز البحوس ما قدروا أنه يعرفوا هذه العينات إن أنا في الحالة دي ببعتها للخارج لأحد هذه الهيئات العلمية طب إزاي أنا أقوم بإرسال العينات ده هي إزاي أبعتها لهم بالنسبة ليه طرق إرسال العينات عشان إحنا نرسل العينات عشان يتم لها عملية تعريف للمختصين إن أنا في ملاحظات يجب أن ألاحظها عند إرسال العينات بتاعتي أول حاجة يجب أن تكون العينات بتاعتي سليمة وارسل منها جزء جاف وجزء رطب بالنسبة للجزء الرطب إن أنا بضع العينات في سائل حفظ داخل أنابيب محكمة القفل اللي بسدادها من البرافين على أساس دي بتساعد المختص في إنه هو في عملية الفحص الإيه الميكروسكوبر بينما الجزء الجاف لازم أبعت كمان جزء جاف آخر وده الجزء الجاف بي يساعد كتير جدا في معرفة الأنواع بقدر إمكان والعينات الرطب أو الجاف بتاعتي يجب أن أنا إيه تقضع داخل من طبقات من القطر والفراغات اللي بين عيناتها وبعضها بعملها بالقطن وأضحها في صندوق وخشبي وبعد كده برف الخطاب في الصندوق قبل ما أفله وأسجل فيه الملاحظات الإيكولوجية والبيولوجية اللي أنا سجلتها أثناء الجامع ذكرنا قبل كده بعض الملاحظات الإيكولوجية زي أي جزء من النبات بيتغز على الحشرة كمان لو كان مفترس أي فريسة أو ضحايا بفترس الحشرة أو النموذج اللي أنا مجمعه والله إذا كان طفيل أي من العوائل بتتطفل عليها هذا النموذج الطفلي كمان بالنسبة للصفات البيولوجية بالنسبة لطريقة الجامع الجماع كمان طريقة الفاس لو أنا كنت لاحظتها أو إزاي بتتغز الحشرة ودي كلها أو أي صفات بيولوجية يجب أن أسجلها وأكتبها في الخطاب اللي أنا هبعته والله لو أنا باعت أكتر من عينة واحد اتنين ثلاثة أكتب لكل أو أربعة أي عينات أو أي أين كان فأنا بكتب لكل عينة بحدثها برقم وأذكر كمان مكان وتاريخ جامع هذه العينة بالإضافة لأنها كمان بذكر اسم الجامع والعنوان بتاعه في هذا الخطاب بعد كده بقفل الصندوق ولفه بورق من المكوة زي ما احنا شايفينه قدامنا كده واكتب على الورق المكوة من الخارج أنوان المرسل إليه وبذكر فيها كمان أن دي عينة حشرية غير حية مرسلة لأغراض علمية عشان هذه الرسالة ما تقفش في المطارات نتيجة الحجر الزراعي والناس اللي هناك يعرفوا خلاص ندي عينة من الحشرات ولكنها غير حية ومرسلة لأغراض علمية طيب لو أنا هقوم بتعريف النمازج بتاعتي وأسميها بنفسي يبقى في الحالة ده هيت اي خطوات اللي أنا جيب أتباحها عند تسمية النمازج أول حاجة في أن عندنا كذا خطوة لازم أمشيها بالترتيب والتسلسل اللي احنا هنشوفه مع بعض أول حاجة عندي اتباع مفاتيح أو المفاتيح التقسمية بتاعة الرتب والعائلات عشان نعرف رتبة وعائلة النموذة ففي مفاتيح تقسمية خاصة بالرتب والعائلات ومفاتيح أخرى خاصة بالعائلات وإن شاء الله في الساكاشن الجاي إن شاء الله بيحصل فيها هنتجمع مع بعض ونتعلم مع بعض إزاي بتتبع المفتاح التقسيمي للرتب وهتاخدوا حشرة ويتعرفوا لوحدكم إزاي بنتعرف على رتبة الحشض هي باتباع أو بوسيلة اتباع المفتاح التقسيمي الخاص بالرتب بعد ما بنتعرف على اسم الرتبة واسم العائلة بتاعة النموذج بتاعي بشوف بعد كده باجي لمستوى أعلى مستوى أكبر بالنسبة للجنس والنوع فبنشوف عندي هنا مفاتيح خاصة بالجنس ومفاتيح خاصة بالنوع فكمان إن أنا باستخدمها أو باتباعها وأستخدم أحدث مفاتيح تقسمية أو أحدث مفاتيح تقسمية خاصة بالجنس والنوع في أحدث مراجع علمية بقدر الإمكان لأن معرفة الجنس والنوع ده بتبقى مهمة ده تبقى شقة عشان كده لاجب إن أنا لشوف أحدث مراجع علمية لأن الصفات التقسمية بتاعتها هذه الكائنات ممكن نظهر صفات تقسمية جديدة فبالتالي ممكن يحصل فيها تغير فإن أنا دايما بقدر الإمكان بشوف أحدث مواصل إليه علم التقسيم في المفاتيح التقسمية أو في المراجع العلمية بعد ما باتتبع المفاتيح التقسمية ده هيت عندنا كمان برجع للكتالوجات الحديثة في التقسيم الموجودة في المتاحب أعرف مكان انتشار النوع جوارفيا اللي هو الدستروبيشن بتاعه أعرف كمان من الكتالوجات دية الإسم العلمي والمكان اللي الجمع منه النموذج بتاع النوع ده هو وتاريخ الجمع بتاعه كمان مش كده وهكتصل على الكتالوجات بتاع التقسيم الحديثة وبس حتى ممكن بعد الكتالوجات بتاع المتاحب الحديثة تكون ظهر الدورية الجديدة يبقى أنا راجب أن أتطلع على المراجع الدورية اللي هي ظهرت بعد تابع الكتالوجات التقسيم اللي هو البريريوديكال جورنال المراجع الدورية ده هي تكون ظهرت بعد الكتالوجات التقسيم المفروض أن أنا أرجع لها خمس حاجة وهي الاستناد للوصف الأصلي للنموذج اللي هو الوريجنال ديسكريبشن وده مهم جدا رغمين للمفاتيح التقسيمية زي ما احنا شفنا لها عامل كبير في التشخيص إلا أنه يجب الرجوع للوصف الأصلي للنموذج فدائما للنموذج دائما أو الأحدث منه يعني الوصف الأصلي للنموذج ده لازم أرجع له دايما أو فيه وصف أحدث كمان من هذا النموذج أرجع له فالوصف يا جماعة هو أساس علم التقسيم فالكلمة المطبوعة تغني عن أي شيء تاني كما هو واضح هندي مثال هنا النموذج الأصلي أو الهولو طيب بتاع نوعين من الحشرات أو البرائماري طيب اسميس عندنا هولو طيب النموذج واحد ونموذج اثنين عندنا هولو طيب بتاع الزكر للنموذجين ده أمت عندنا اللي هو توروبوريا ميسيا جوجو نيسيز ده النموذج الأولين توروبوريا ميسيا جوجو نيسيز ده اللي هو قدام ده هو ده الزكر بتاع الحشرة والهولو طيب التاني بتاع الزكر توروبوريا ميسيا مالتي بانك تاتا ودولة نموذجين ده بنوريكم يعني ايه النموذج الأصلي وتبقى النموذج محتفظين بيه في المتاحة بتاعنا بعد كده كمان عندنا برغم ان شفت النموذج الأصلي بابدأ بقى قارن بين هذا النموذج والنماذج القريبة له في التقسيم الحاجة السابعة كمان بيعتمد في تحديد مرتبة النوع وتحت النوع اناوة على الكلام اللي فات ده اي درسات بقى حصلت بعد كده مثل الدرسات الايكولوجية والفسيولوجية والوراثية عشان اصل للتعريف السليم بتاع النموذج بتاعي الاسم العلمي للنموذج يا جماعة بيعتمد على احد ثلاثة اسس الوصف المنشور لهذا النوع في المراجع المختلفة كمان على رسم النوع في المجلات المثال اللي انا جيبه لكم ده هو ده عبارة عن رسم نموذج نوع أو وصف أسف ده عبارة عن وصف لنوع منشور في المجلات العلمية ده كان عبارة عن بحث عمله مستر اندو كوندو سنة 2018 واتنشر في انترناشنل جورن اوف انسيكت سايز وده عبارة عن حشرة كشرية الاسم العلمي بتاعها هومونو كوكس الاي وهذه الحشرة الراجعين ده هو رسم لي وصف لهذا النوع بدقة زي ما احنا شايفينها وبالتالي انا ممكن استاند للاسم العلمي للنموذج على احد هذه الاسس اللي هو الرسم للنوع ده هو المنشور في المراجع العلمية كمان بعد كده الحاجة التالتة كمان او ان انا زي الشريحة اللي فاتت ان انا مطابقة النموذج او طابق النموذج بتاعها على نموذج النوع طيب سبيسمن هو الذي يحتفظ به في احدى المجموعات الحشرية المعترك بها بعد كده هنروح لاخر نقطة او الاخر خطوة هنشوفها وهي التمييز التقسيمي اللي هو تاكسينومك ديسكريمينيشن وده اخر خطوة او اخر اجراء بيتخذ رجل التقسيم اثناء عملية تمييز وتعريف العينات هذه الحالة لما يراجل التقسيم بيتواجه جماعتين من الحشرة وده اول مرة تقابله الجماعتين الاثنين بوبوليشن والاثنين بوبوليشن ده هم قريبين تشابه لدرجة بيصعب معها تحديد المرتبة التقسيمية لها لدرجة انه لدرجة انه مش قادرين نحكم لهم نوع واحد او نوعين مختلفين او تحت نوعين لنوع واحد ففي هذه الحالة يجب ان نعتمد على اسس ثلاثة ايه يا سيد الاسس ده هي تقوح محاولة تعز الجماعتين عن بعضهم مراسية بمعنى اشوف هما بيتزوجوا مع بعض او لا حاجة تانية معرفة مدى الاختلافات المرفولوجية الدقيقة بين هتين الجماعتين وذلك بالاعتماد على الطرق الكمية وده ان شاء الله في المحاضرات الجاية اتخدم يعني طرق الكمية او ازاي بنحسبها الحاجة التالتة كمان بدرس العلاقات بتاع التين بوبولاشن ده همت جغرافيا يبقى ادرس علاقاتهم في التوزيع الجغرافي هنشون مع بعض ازاي بستخدم التلات اسس ده همت في ان انا اعمل عملية تمييز تقسيم من نسبة ليه عملية التمييز التقسيمي ازاي ما قلنا لو فيه مجموعتين او اتنين بوبولاشن من الحشرات قريبية تشابه مع بعض مش قادر افصل بينهم اللي هم تحت نوعين لنفس النوع او هم اتنين بوبولاشن لنفس النوع او نوعين مختلفين وقلنا ان فيه تلات اسس اعتمد عليهم هشوف ازاي بستخدم التلات اسس اللي هم الخواص الجغرافي والتوزيع الجغرافي والخواص المرفولوجية والانعزال الوراسي فلو عندي الخواص المرفولوجية متشابهة وفيه كمان ان الاثنين الاثنين بوبولاشن هم متشابهة مع بعض مرفولوجيا ولكن هم سيمباترك يعني غير منتشرين طيب لقيتهم غير منتشرين كمان هل هم منعزلين وراسيا ولا لا لقيتهم غير منعزلين وراسيا النوع يبقى في الحالة دي عبارة عن مجموعتين او الافراد دي بيتبعوا نفس البوبوليشن طيب لو كانت الخواص المرفولوجية متشابهة ولكن التوزيع الجغرافي بتاعهم منتشر قال له باتريك طيب هل الاثنين المجموعتين هم هم يتزوجوا مع في نعزال وراسيا ويقول لا 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 مفيش نعزال وراسيا يبقى دي عبارة عن اتنين ببوليشن اللي نفسي تحت النوع the same sub species والله لو كانت الخواص المرفولوجية متشابهة ولكنهم منعزلين وراسيا يبقى دي انواع شدد القرابة والتشابه او sibling species الجزء الثاني إذا كانت الخواص المرفولوجية بتاعتي غير متشابه طيب هي منتشرة جغرافيا ولا مش منتشرة ما هيش منتشرة سيم باتريك طيب النعزال وراسيا فينا ولا مفيش نعزال وراسيا لا هي غير منتشرة ومفيش نعزال وراسيا اختلافات فردية داخل افراد منعزل 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 غير متشابهة هناك السباتيك لو كانت منتشرة ومفيش نعزال وراسيا يبقى هي منعزل 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 بالنسبة يا جماعة للخواص المرفولوجية سهلة ان انا قدر احددها للجماعتين ده عمر كمان بالنسبة ليه التوزيع الجغرافي اللي هو السيم باتريك او اللو باتريك دي كمان ممكن استدل عليها من المراجع والبيانات المرفقة بكل نموذك ولكن عشان احدد ان فيه انعزال وراسيا ولا مفيش فده تعتبر حد الفاصل بين الجماعتين قريبتي التشابه وعزلهم وراسيا ده بيكون مهم جدا ولكن رجل التأسيم عشان يحدد هذه النقطة بيوجه صعوبات في الدراسات الوراثية ليه؟ لان عملية الدراسات الوراثية ان انا احدد ان افرد بتتكاثر مع بعضها ولا لا لازم لي احياء يبقى هنا بتعتمد على الاحياء اعتماد كلي حاجة التانية بعض الانواع بتمتنع عن التكاثر في المعمى الا انها بتتكاثر في الطبيعة ده طبعا مشكلة ومشكلة وبس ده كمان فيه بعض انواع العكس انواع من الحشرات لا تتكاثر في الطبيعة ولكن انها تتزوج ممكن انها تتزوج داخل المعمى زي انواع من زواب الدرسفلة والانواع ده بيكون شديد التشابه والقرابة وبالرغم انها موجودة مع بعض في البيئة وفي الطبيعة بتاعتنا جانب بعضها الا انها ما بتتكاثرش ولا يعرف لها هجن وده بيطلق عليها السامباتيك سامباتيك او سيبلنج سبيش وده كلمنا عنها في المحاضرة التانية لما كنا بنتكلم عن الاصطلاحات الخاصة بالنوع زي عندنا وداحة نفس الصورتين دور شوف نوما بلكده في المحاضرة بتاعت المحاضرة التانية عندنا دروسوفلا بيرسيميلس ودروسوفلا سيدو أوبسكيورا واللي عنده عمّة بيعتبروا سيبلنج او سابسبيش طبعا واضح كده خالص ان هذه الانواع زي ما قلنا بتكون شديدة القرابة والتشابه مع بعضها بالنسبة لي فيه طرق غير مباشرة ممكن انا اعتمد عليها وما اعتمش على العزاله وراسي ولكن هذه الطرق بتقابلها مشكلة ان وجود اختلافات فردية بين في افراد النوع الواحد وبتكون اصعب مشكلة وهذه الاختلافات الفردية ان شاء الله هتكون المحاضرة الربع بتاعتنا الجاية بمشيت الله تعالى انا هنا مرفق المراجع التي تم اختيارها لتجهيز هذه المحاضرة واتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة